انت ايه رأك في موضوع امام عشير برضو انت ايه رأك فيه كهكه شام ايه رأك فيه تحب تقوله ايه بنصحه بنصحه يعني لعيب مميز لعيب كبير جدا جدا اللعيب الكبير دايما يحافظ على احترامه للجميع وشخصيته في الملعب تبقى محترمة وشخصيته تبقى في الملعب لصالح الفريق بتخدم الفريق مش لصالح اللاعب يعني مش لصالح نفسه انا ما بلعبش لنفسي انا بلعب لفريق النادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي الكبيرة فهنا النهاردة انا واحد من منظومة نجوم كبيرة نجوم في الفرقة كبيرة فالنهاردة اه انت دورك مؤسر بس في نفس الوقت عشان برضو القلوة القلوة في النقطة دي فيه سيستم وفيه نظام في النادي الاهلي فيه حاجات كتير قوي انت بتمشي وراها فالمفروض النهاردة لو حضرتك مش هتبقى قد ده اكيد بيتخصم منك وبتقعد وبتقعد بره لذكور صحيح فانا نصيحة مني ان هو لازم يكمل بشكل كويس لان امام كورة كهرباء معنا ماشي بس انا عايز اقول حاجة بس اه اتفضل كورة كهرباء هتوالي كورة كهرباء اه عايز اقول بس كلمة للناس على السوشال ميديا الناس بقت توصل مرحلة الدبح يعني عايزين يخلصوا على حد برح امام كان في فرح تقريبا استأذن اه ريدا البحراوي ما انا بقول لك حتى يعني بقول لك فانا فكرة يا جماعة فكرة ان البني ادم هو مش راح في الخمارة ولا راح مثلا قاعد في 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 كاماريه الراجل راح طبيعيا كان بني ادمين بنروح عندي صاحبي انتيمي ابن خلتي ابن عمي يعني زي برضو الدنيا قامت ومعادتش على كهرباء عشان فرح حضر فرح اخته يعني فهم اصدقى دي اخته الوحيدة فبالتالي يا جماعة حتى لو ما سافرش يعني انا هسافر اصدقى فرح اختي وبالتالي امام برا المطش وعنده فرح ساحبه ايه المشكلة ان يروح فرح يعني حتى لو عنده مشاكل ومتخانة اول فرح دي حاجة ايه اللي تأدب الفرح ده مناسبة عائلية او اسرية او صداقة مش عيب ان بني ادم يروح فرح ومش عيب ان يرقص في الفرح كمان عادي يعني بصك التخالي انا بشوفها عادي والله محبش الافوار يعني اه محدش اتبع حد لكن في نفس الوقت النجم الكبير اللي هو بيصدر منه مشكلة او ان هو حصل منه موقف فتعاكب عليه في نفس اللحظة انت رحت فرح فانا النهاردة عشان جاب صحبي صحبي وانتين وعيشت العمر اروح بس هلتزم بالمبادئ هلتزم بشخصيتي اه هفرح حاجة بسيطة واروح انا جيت جميلتك لكن ما تبقاش مقفورة تبقى موضوبة ان انا صار واطلع عرقص وانا لسه النهاردة يعني الجميلز علانة منك فما ينفعش ده بس انا حسس ان عقله مش مستوعب يعني انا حسس بالله عظيم او بيعمل حاجات تحس ان هو مش مستوعب ان هو نجم او مش مستوعب ان هو ايه او مش مستوعب ده اه انا معايك هو انت بتكلم في نقطة مهمة كابتن خالد اللاعب لازم يحس ان هو بالزبط كده يعني النهاردة هل ابو تريكا كان يقدر يعمل كده لا ابو تريكا شخصية تانية خالص دي كنت قلت شخصية تانية خالص ليه شخصية تانية ليه شخصية تانية كل بني ادم له شخصية شام يعني الشناوي غير احمد عبدالقادر غير امام غير اكرم توفيق كل واحد له شخصية انا معاك وانا غير شخصية كنت ربطة غير شخصية اه بس النجم دايما حواليه الانتقاد فدايما لما انت يعني مية وتمانين درجة التزم بمبادئ النادي الاهل التزم بنجوميته حتى خروجه كان فيه التزام وحضور كده ما فيوش ريزار